في رفح نذهب لمتابعة التطورات على الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله من جنوب لبنان معنا ليلى خليل ليلى إذن تبعنا يوم أمس كان هناك يوما عصيبا على المناطق الجنوبية العدد الأكبر من المدنيين تم قصفهم على يد الجيش الإسرائيلي تستمر إذن التوترات على هذه الجبهة كيف بدت التطورات اليوم بعد هذا الاستهداف الكبير إسرائيلي حازم دعني أبدأ من ما حصل منذ بعض الوقت حوالي ست أصوات ضخمة سمعناها لم نعرف بعد مصدر هذه الأصوات إن كانت قصف مدفعي أم صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية أو الجليل الأعلى ربما كوننا نحن نقف في القطاع الشرقي وقطاع الشرقي هو مقابل للمستوطنات في الجليل الأعلى أم أنها ربما غارة بعيدة جدا سمعناها هي خمسة أصوات أو ستة أصوات سمعناها لغاية القطاع الشرقي ولكن اليوم صحيح بالأمس كان يوما داميا حصلت فيها مجزرة عند الهبرية وأيضا تسع أشخاص خمسة في النقورة وأربع عفوا خمسة في طير حرفة وأربعة في النقورة قتلوا بغارات إسرائيلية كان يوما عنيفا وداميا بالنسبة للمسعفين المدنيين عناصر حزب الله وعناصر حركة أمل بالأمس قضوا في هذه الغارات وهذه الاستهدفات التي حصلت بالأمس تداعيات ما حصلت بالأمس لا يزال يستمر لغاية اليوم حزب الله استهدف مستعمراتي جورن وشلومي صباحا ومساء مرتان ردا على هذه الغارات التي حصلت على طير حرفة والنقورة وراح ضحيتها تسع أشخاص ما بين مقاتلين ومدنيين ومسعفين وهذه المرة استهدف صواريخ البركان وليس صواريخ الكاتيوشة كما اعتدنا أن نرى عند استهدافه للمستعمرات وبالطبع صواريخ البركان وقعها وضررها أكبر بكثير من صواريخ الكاتيوشة بالإضافة إلى هتان العمليتان استهدف تجمع للجنود عند جل العلام استهدف موقع الرمتة وموقع السماقة في تلال كفرشوبة المحتلة وأيضا كتيبة قيادة ليمن أيضا استهدفها حزب الله أيضا المنصق الأممي لشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزة توقف عندما حصل بالأمس واعتبر أن استهداف المدنيين والمسعفين هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف اليونيفل أصدرت بيانا وعبرت عن قلقها إذاء هذا التصعيد وطلبت بأن يكون هناك توقف فوري لهذا التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية بعثت لبنان في الأمم المتحدة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن تجاه إسرائيل بسبب المجازر التي ارتكبتها ما بين البقاع والجنوب وأدت إلى مقتل ثمانية عشر شخصا الجديد اليوم أيضا هو ما قام به الجيش الإسرائيلي وما أعلن وما تحدث عنه الإعلام العبري بأن الجيش الإسرائيلي انتهى من مناورة مفاجئة تتعلق بالاستعدادات والجهوزية لحرب شاملة في لبنان ولكن حتى اليوم لا تزال صحيح أننا في مرحلة من التصعيد صحيح أننا نشهد ضحايا أكثر وغارات أعنف ربما غارات أقل ولكنها أعنف ولكن الحرب الشاملة قد يكون الاستعداد قد يكون يستعد لها الجيش الإسرائيلي ولكنها ليست بالقريب في المدى ترجمة نانسي قنقر